أهلا بحضراتكم وقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح منظومة التمويل الدولي وذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء لبحث تعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية وفي اجتماع منفصل استقبل الرئيس السيسي وزير القوات المسلح الفرنسي سباستيان لو كورنو وبحثا سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد سباستيان لو كورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي صارح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير القوات المسلحة الفرنسي نقل للسيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مشيدا بعلاقات التعاون المتنمية بين البلدين في جميع المجالات ومعربا عن الحرص على معصلة تعزيزها وتطويرها لسيما على صعيد التعاون العسكري وقد نقل السيد الرئيس تحياتي للرئيس الفرنسي وتم استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطع غزة حيث تم تأكيد أهمية تجنيب التساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة واستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطع غزة فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعاية الأجنب من جانبه أكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصرية المتواصلة مشهدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية النتيجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لتحسين قدرتها على الاستجابة بفعلية وكفاءة لسد الفجوة التمولية التنموية للدول النامية كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية بمشاركة القطاع الخاص لسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وعرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحجد التمويلات المطلوبة وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أوجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي بما يمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والصمود أمام أي أزمات دولية مقبلة لسيما من خلال استحداث أليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الأليات القائمة